طيب نرجع معكم قبل ما نبدأ مثل ما قلتكم التعليق ممتاز ساحة تعليق ضاعة من حق الفيديو تعليق أحس أنه مفيد أنا رح أقرر أن التعليق هذا يحتاج أنه يكون معلق في التعليقات يكون تعليقك من أول التعليقات أي شخص يفتح الفيديو شوف تعليقك من أول التعليقات إبداعكم وهو اللي يوصلكم أن نعلق تعليقاتكم خلونا نبدأ السلام عليكم أهلا بكم فيديو جديد في الفيديوهات السابق أتحدث عن iOS 14.5 وأتحدث عنه في الأكواد حصلنا معالج قادم من أبل A14X وأيضا في Mac OS Mac OS 11.2 وأيضا في الأكواد حصلوا iMac 2 وليس نزدي من أبل إلى الآن وفي نفس الوقت طلعت التسيربات الثانية تقول لك أبل ستنزل iMac أكبر من iMac الموجودة الآن الآن أكبر iMac موجوده هو 27 إنش لأنه في iMac 21.5 وفي iMac 27 إنش وفي iMac Pro 27 إنش لكن الله يرحمه خلص فالآن iMac 27 إنش أبل ستكبره فهكذا يعني التصميم رح يختلف كيف رح التصميم يختلف؟ أبل عندها خيارين أول حاجة الحواف لازم تكنسل إذا كنسلت الحواف هذه وخلت الأبعاد نفسها رح يكبر الجهاز يعني بدلا ما يكون 27 إنش رح يكون مثلا 32 إنش توقعنا رح تسوي 32 إنش بما أن الXDR موجود عندها الآن 32 إنش الشاشة الكبيرة فهذا الخيار الأول هذا الكبير رح يكبر بالأبعاد يتم نفسه لكن الحواف هذه رح تسقر الخيار الثاني برضو عندها في iMac 21.5 هل رح تسقر أولا رح تسوي نفس الحجم وملا ما تسوي يعني 21.5 تخلي نفس الحجم 21.5 وتسقر الحواف فرح يسقر الجهاز كحجم الجهاز رح يسقر يعني مثلا جهاز هذا كده رح تقص الحواف نفسه وتكنسلها فرح يسقر الجهاز أو عندها أن تخلي نفس 21.5 وتكبرا نفس حركة 27 تكبرا يكون نفس الحجم لكن حواف أقل يكون مثلا 23 و 24 ما دنيا توقع النابل هذا الخيارين تقدر تسقيره تخلي نفس الحجم وتسقر الحواف كذا في خيار الحق لأشخاص يبهون شاشة أصغر وهم رودي موجود وكمبيوتر متكامل والكبير رودي شريني كبير عشان كبير 32 هذا الهب الجريه 32 إنش مش 27 إنش فبكيف هابرش بلتسوي مدري وبرضو في معالج جديد رح يكون فيهم M1X ممكن نشوف هل متحمسين لحق الاي ماك ولا لا بعض لأشخاص متحمسين لحق الماكبوك 16 إنش لكن كتسريبات هذا اللي عندنا ونقدر نقوله كنت في تسريبات ثاني رح تنزل قدام لنزل التسريبات قدام لحق الماكبوك كبرو 16 إنش رح أسوي لكم إن شاء الله لكن الآن ما في الاي ماك أنا بالنسب لي طبعا متحمس لحق الاي ماك طبعا أتمنى أني اشتري اي ماك لكن إذا استغريت إلى الآن الماكبوك كبرو أقول معاي لأنه مش مستغر في منطقة معينة أو مش مستغر أني أطلع وروح الدوام ورجع ولازم أخذه معاي حس أنه استغريت عندي مكان خلاص أدري أني هذا المكان رح يجلس فيه على طول بلن الله يعني أشتري اي ماك تمنى نشوف قدام بس هذا كل شي انتوا بكيفكم انتوا شل المتحمسين لحق الماكبوك كبرو 16 إنش أو الاي ماك شل المتحمسين لك كتبولي تعفلتها لغاية بس فأفنا هذه الفيديو لا تنسوا نشارك بالغناء اشتراك في حسابي سينابت شاتر وضواتكم وعمل لك المقطع وانتشار المقطع ولا تنسوا نقدر دعاكم والسلام عليكم